السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحطينا ملحي وركبنا الفيديو الحمد لله العنوان الاصل بالموضوع مش رح نقشو على الموضوع كما شفتو اولا نقولكم خبر مفرح على لسان ومدير نتعل ندل العام للصندوق الوطني لتقاعد لحضرها رحتلي بعمل نكترش عليكم الحضر بزاف طبعا كان نستضيف على القناة الثانية وصرح عيد المعلومات مهمة وطبعا كي مثل قالتنا هاتفة تتكلم على التقاعد على التوظيف على المرأة المكيثة في البيت على المنحة البطالة على التشغيل على امور كثيرة نتطرق ليها في هذا القناة يعني ما عندهاش موضوع محدد يعني كامل يشغل الساحة الجزائرية من توظيف منه الامور هذه كل راني نحطها لكم يعني هنا في القناة من سوش تاني العم والموظفين اصدقوا مشتركة هادو كامل واذا طبعا حطينا عنوان عنوان الفيديو اروا حضرة صحيحة ومن بلاسة موثوقة لما نجيب لكم شهادة تعامل ومن فهمنا لانو صباح حطيت فيديو وقالوا لي ما نجيبتيه منه انا جبت لكم حاجة شفتها وقريتها وسمعتها وحطيتها لكم ما نجيبش حاجة من راسي ثاني ذاك حاجة لما نحطوا فيديو خاوتي كاين الناس لي عندها معلومة وكاين الناس لي ما عندهاش احنا رأنا نتكلموا مع الناس هادوك لي ما عندهمش معلومة اهلا بالانتقادات البناء واكيد كامل طبعا مشنا كاملين الكامل لربي سبحانه دايما تكون هناك ثغارات ممكن اخطاء ما عليش نسمعوا كلام بعضانا ونفهم بعضانا بدون تجريح وبدون كلام يعني يمسني ولا يمسكم هذه هي اذا نروح للصلب الموضوع التصريحات المدير العام في صندوق التخاعد سيد جعفر عبداللي اه كي ما قلنا كان ضيف على القناة الثانية وصرح بالنسبة 10% اه راح تكون اكيد للناس تع الدخل المرتفع كي ما اتوقعنا وكي ما قلتها في الفيديوهات سابقين لانه من غير المعقول انه 15% يعطوها يعني الدخل يعني متوسط راح يعطوها للدخل الضعيف بش يرفعوله شوية في الدخل التاع هذه واحدة والتصريحات رايكانت باللغة الامازيغية عصرنا مخيخنا مع الناس وطلبناهم ويعني ودنا بحوث كثيرة باش قدرنا ننوفو يعني انلخصنا الشي المهم لانه التصريح والمحادثاتيها كنت تقريبا نص ساعة كتبت عليكم الحضرة المهم نروح نصدروا موضوعا نكملوا حضرتنا قلنا 10% راح تكون الناس تاع الدخل المرتفع كي ما توقعنا قلت لكم في فيديوهات سابقين و10% هذي راح تكون بالنسبة للناس اللي على الدخل المرتفع راح تكون حاجة مناحة يعني كي ما صرح المدير ولي تدي مثلا 10 ملايين نعطيك من اسمية ولا 9 ملايين طاقة راح يكون تقريبا 890 وحتى 900 الف وهذا كي ما صرحنا به في فيديو السابق موجود في القناة اكيد هذا المبلغ راح تدخل عليه ضاربة اللي هي ERG وزيادة وعفوا نزيدو لها الضمان ضربة الضمان الشماعي هي 2% طبعا نسبة 15% راح يدوها المتقاعدين ليخلصتهم ولدخلهم يكون ضعيف والحد واكد كثاني على حاجة واحد اخنا انه نسبة المتقاعدين لهذا العام راح كي ما اعلمنا قبل راح تلات ملايين ونص ونسبة منهم طبعا كي ما قالنا مدرس مدرسهم دوق تقاعد للتشفاء ودرت فيديو معكم سيد حافظ اضرار قال هناك نسبة 7000 هذوك 7000 توقع نقولكم شو ما حلم الاعراض طبعا ونروحوا كذالي قلنا اكد الحاجة انه هذا العام رايكين 3 ملايين ونص نسبة يقولكم منهم معفيين مضاريبة اللي هما زوج ملايين ما يخلصوش ال ERG يعني هذو معفيين ولي خلصتهم ضعيفة يعني الدخل تحمل ضعيف هناك تخفيض ضريبي متفاهمنا ما ننسوا مش تاني والجماعة اللي تخلص الجماعة اللي تخلص مليون ونص شهرية تحمل الدخل تحمل مليون ونص راح تكون ليه مخصصة مبالغ كبيرة يقدروها طبعا ما نبالينا 850 98 حتى 900 المهم شوفو كيما قالوا ناس بكي البركة في القليل عبد يحمد ربي على كل حال ومن ان شاء الله العام الجاي هيتكون حاجة اخرى كبيرة احنا نتمنعوا دايما القدرة الشراعية يحسون في القدرة الشراعية ويا ريت يا ريت مستقبل ينخموا مليح في ال ERG دي يعني بش ينحوها نهاعين ويعني ونقولوا كتر خيركم يرحم والديكم ليرجيه ليهلكت هذيك الشهرية ونقصت منها بزار هذا ما نتمنع نرجع للتصريح اللي قلت لكم تحسب عالف المديرتا الصندوق الوطني للتقاعد لكن تشفاوا عليه حفيظ الضرار هذك قال انه التقاعد المتقاعدين هذا العام ريت لتلات ملايين وسبعمائة ألف متقاعد يعني سبعمائة ألف هذوك هذوك ما يستفادوش من هذه الزيادة نقول لكم علاه لأنه وكما صرحوا قال انه هذو الناس تأسب عالف جدد التقاعد تحم في الشهر انتع عام تنفيه في الشهر هذك هذيك الفئة تبقوا لهم الزيادة مباشرة يعني الزيادة اللي حيزوها الناس درق دخلت لهم في التقاعد تحم تأول جنفي فهمتو صي هذوها يعني تعم هذوه مباشرة تم تخلل في هذيك الزيادة طبعا اللي عقرها رئيس الجمهورية والنسب رح تكون ما بين 10% و 11% و 12% و 13% كيف ما سمعناها من عند لسان السيد جعفر عبداللي و رح يتم تقسيمها هذي النسب على عدد الفئات يعني كل فئة عندها زيادة لحسب نسبة تحها و لحسب المدخول تحها فهمتو على قدكم التصنيف هذا لازم يديروه كيما داروا العملي فاتوا لقبل وذلك في الزيادة اللي داراه و الزيادة تضاف طبعا اليها النسبة تحها النسبة المئوية واذا طبعا يعني هذا وجاء يعني في الغضرة تاعا السيد جعفر اخوتي راني حاولت قدر الامكان ممكن هلم المعلومة يعني لا واحد شافني غلط في الكلام رح موجود التصريح تاعا سيد جعفر عبداللي في اليذاعة الثانية طب اللغة الامازيغية اللغال بنا قرية عربية مانيش قرية امازيغية لا شفتو اي اخطاء او اي زيادات فهذا التصريح اللي قالوا والزيارة اللي كانت على الإذاعة على المباشر أرواح وحطوا لي تعليقاتكم على الفيديو هذا باهم نضلم حتى واحد بالحضرة هذا هو الفيديو تانه تنهار اليوم نتمنى إن شاء الله هذي الفرحة تكون كلام هذا فرحكم ودخل السرور على قلوبكم ورب يديم هاشرها فرحة دايما في كل بيت جزائري يا رب العالمين العقوب إن شاء الله كيتوصل هذه الزيادة والرابال الرابال اللي نستنوا فيه طبعا بأثر رجعي إن شاء الله فيه جوان نتفرحوا كامل يا رب العالمين ما بخالي نقول لكم غير دعموا القناة ببصاماتكم ببرتجونا الفيديو قد ما تقدروا رب يفرحكم رب يعطيكم ما تتمنوا وطلعوا لي في رفحكم إلى فيديو آخر دمتم في رعاية له وحفظه مع السلامة